اشتركوا في القناة في الصورة في النوافل حشره الله يوم القيامة مشرقا وجهه قريرة عينه حتى يدخل الجنة يعني ايه بقى في النوافل ليه ما نقدرش نقرأها في الفرائد دع منقدر بص هقولك حاجة هو علمنا رسول الله والامام الصادق ان اظبط حاجة تقرأها في الفريدة قل هو الله احد نسبة الله اننا انزلناه في القدر نسبة اهل البيت دي في الفريدة انما في النوافل تقدر تقرأ اللي انت عايزه بس ما تقدرش تقرأ الا صورة كاملة ممنوع تصلي بجزء من الصورة لان فيه ناس هدولاد ويصلي بجزء من الصورة احنا عندنا ممنوع تصلي بجزء من الصورة لازم تصلي الصورة كاملة على فكرة كمان احنا عندنا فيه اربع صور ممنوع تصلي فيهم اطلاقا عارفين ايه هما صور العزاء اللي هي اللي هم السجدة وفي الصلط والنجم والعلاق. الأربع صور دول ممنوع تصلي بيهم في أي لون نوافل ولا فرائد. لأن فيهم سجود. ولو أنت سجدت وانت بتصلي في غير وقت السجود بتاعك. بطلخبت الدنيا. فقال لك الأربع صور دول ممنوع تصلي بيهم خالص. طيب. بيقول لك أن اللي يبقر الصورة دي في النوافل. ربنا بيحشره. يوم القيامة مشرقا وجهه. قريرة عينه حتى يدخل الجنة. ومن أدمن قراءتها. ختم الله له بالخير وكان من أصحاب الجنة. صورة كتير قوية. عن الصادق عليه السلام. بيقول لك إذا قرأت على ما يدفن في الأرض. يعني مثلا أنت عندك حاجة عايز تخبيها. تدفنها في أي مكان. تخبيها في أي دولاب. في أي حصالة. في أي شغلة. اقرأ عليها صورة العصر. ربنا بيبعط لك مني. يحفظها لغاية أنت ما تسترجحها تاني. إحنا عندنا القرآن جواهر يا جماعة. جواهر. بس أنتوا مش حاسين به. طيب. نبتدي في صورتنا. لقد أقسم الله بعصرك يا زهراء. بعصرتك يا زهراء. وإن الحائط والباب. قسم من الله العلي العظيم يقسم بالحركة دي. يقسم بكيف عصروها بين الحائط والباب. ويقسم بحفيديك اللي سيطلع في هذا الزمن ليأخذ بطارك وطار ابنك الحسين. نقول إيه؟ إحنا عارفين أن الإمام الصادق علمنا حاجة. قال إذا كان تتابع الأئمة معكم وصل لي محمد. جاء بعده علي. جاء بعده الحسن. أعرف أن الرابع هو الحسين الأخير. الحسين رقم اثنين. يبقى الإمام المهدي عليه السلام هو الحسين الثاني. لأن أنت لاحظ الأئمة كلهم. ولا واحد سمى ابنه الحسين. كان يدخل اسم الحسين للإمام المهدي. لأنه هو الحسين الثاني. هو اللي سيأخذ بطار الزهراء. وحيأخذ بطار الإمام الحسين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن حاجات كثيرة على اللي ستحصل واللي سيعمل في الناس دول. قال لك ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل لأنه كان منصورا. من اللي قتل مظلوم؟ أكتر من الظلم اللي شافه الحسين وشافته الزهراء مين؟ أول حاجة الزهراء عملت لكم بنت رسول الله ورسول الله كان مفاهمكم وعلى فكرة عند السنة وعند الشيعة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك الزهراء بدعة مني من أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله إن الله يغضب الغضبها ويرضى لرضاها كلكم عارفين كده ومع ذلك منقول لك الزهراء في كتبكم يا جماعة الزهراء ماتت غضبان على الأول والتاني ووسط ما يحضروا جنزتها وقالت له طلبت من أمير المؤمنين يدفنها بالليل عشان ما يحضرواش في الجنازة بتاعتها ولا يصلوا عليها لما تموت غضبان عليهم معناتوا إن رسول الله غضبان معناتوا إن الله غضبان وإنتوا قاعدين كده باستهتار ولا فرقة معكم ولا عايزين تشغلوا مخكم تتابعوا أتنين ربنا غضبان عليهم وتمشوا في نفس الطريقة طيب هل كان هناك مظلومية أكتر من مظلومية الحسين كمان الحسين قتلوه بكل أنواع القتل ما خلوش ولا نوع من القتل اللي استعملوه معاه إيه زنبو عمل إيه ولا حاجة إنما أحقاد بدرية وخيبرية حقدوا على علي وانتقموا فيه أولاد علي لعنة الله عليهم أجمعين طيب يجي يقول لك يا ربي اللي انت عملتوا فيهم ده بس طم ريح قلوبنا وقلنا هتعمل فيهم إيه اسمع هنا ربنا جاب لك الجواب في الكرآن نفسه قال لك إيه في يوم إذن لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد العم اللي عاملة دي في الزهراء وعصرها بين الحائط والباب واللي خل ربنا يقسم بالعصر بتاعتها لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أبدا لأنه هو أكتر عذاب من أي حد تاني طب تعالي شوف التاني ربنا قال عنه إيه ده كلام ده عن نمرة اتنين اللي هو عمر نتكلم بقى على نمرة واحد نمرة واحد اللي صابه الندم بعد ما شاف العذاب اللي قدامه قال إيه يا ليتني يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي شوف كلمة يا ويلتي الويل بتقال إمتى لما يشوف مصيبة قدامه يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الزكر بعد إذ جاءني يعني كان قاعد في الزكر وكان قاله الزكر وآمن بمحمد وآمن باللي جاءه محمد وإنما هو أضله أضله عن الزكر بعد إذ جاءني يقول لك إيه وكان الشيطان للإنسان خذولا شوف بقى لما يقض على أديه لما يشوف العذاب يا ويلتي يا ليتني لم أتخذ فلانا ربنا سبحانه وتعالى بلطفه وبكرمه ومش عايز يعمل بلبلة في عقول العالم ذكر فلان ما قالش اسم ولو كان قادر ربنا يقدر اسمه بس أنت لحالك بتقدر تفهم من الأحداث يقصد مين مين اللي بيعض على أديه مين اللي بيقول أخ يا لتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليه ليه عن مين لأن أضلني عن الزكر عن الزكر اللي هو مين الزكر اللي هو محمد والذكر اللي هو الكرآن أضله عن محمد وعن ما أخبر به محمد وعن ما طلب به محمد أضله عنه يبقى يقول لك هنا وكان الشيطان الإنساني خزول أنه شيطان تقصد أنه شيطان الشيطان الأكبر تلتين العالم خربهم وراهم مش وراه ودلوقتي العذاب كله عليهم عليه بهم كلهم بس دلوقتي تلزمكم الحجة يا جماعة حلوين أنتم بتلزمكم الحجة لأن إحنا فهمناكم وقلنا لكم اللي بيحصل إيه وقلنا لكم اللي حصل إيه وقلنا لكم حيحصل فيكم إيه ووقتيها بقى لما يطلع الإمام وتشوف الحاجات الحقيقية اللي إحنا قلناها هتقول إيه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير بيردوا بقى بيقولوا لكم إيه يوم إذن لا تنفعوا نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير اعملوا اعملوا اللي أنتم عايزينه بقى لازمتكم الحجة بالكلام بتاعنا أنا ومحمد لازمتكم الحجة خلاص هنا الرسول بيقول إيه يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة أنه قرآن الكتاب لا اتخذوا هذا القرآن الناطق مهجورة هجروا واتبعوا اتبعوا الشياطين هدول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة هنا ربنا رد عليه وقال له إيه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا شوف الرد بقى وكذلك لم يقولك ربنا كذلك في القرآن يعني ده أمر إلهي جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين شوف ربنا بيوصفهم بإيه فلتر دماغك وإوعه شوف وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا في قبلغ من الكلام ده القرآن لازم تفهمه الوراء طيب يقولك إيه والعصر إن الإنسان لفي خسر شوف ربنا هنا وصف الخسرانين بكلمة الإنسان وإحنا عارفين إن قمناها مرارا وتكرارا إن الإنسان ربنا بيذكره في القرآن بصفة الزم والبشر بيذكره بصفة المدهة فإن الإنسان لفي خسر أنه إنسان الناس اللي اتبعوا الأول والتاني ومشوا وراهم وتردوا عليهم دول عايشين لسه في مرحلة البدائية بتاعت الإنسان مرحلة الحماقة والجهل بتاعتهم لسه ماشيين وراهم كل اللي بيسمعوا ومش ردين بس الشطارة يقفوا على المنبر ويفضلوا يشتبوا في الشيء عشان يعبوا رأسهم إن إحنا كفار عشان يفضلوا ماشيين وراهم مش عارفة إيه هدفكم إيه هلآن عمر حيطلع من القبر ويسقف لكم ولا أبو بكر حيديكم نشان ولا معاوية حيعملكوا حاجة ماشيين في الطريق الغلط ليه ومصممين عليه وبتسحبوا وراكم أجيال بالجهلة ليه طيب لفظ الإنسان هنا ربنا وقصفوا بالخسران إنما قال لك إلا إلا أداة استثناء إلا إلا إيه يا رب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله طب إيه الفرق بقى بين ده كلهم مسلمين قال لك لا في فرق بين المسلمين والمؤمنين والنبي تسمع أنت في صلاة الجمعة لما تروح على صلاة الجمعة وتسمع الشيخ بتاعك وبيقول إيه هو في الدعاء اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال بس كده عشان خطر إطلع قول له مولانا إيه الفرق بين المسلمين والمؤمنين اللي أنت عملت دعي لهم ما كلهم مسلمين شوف حيرد وقول لك إيه في واحد يرد يقول لك إيه المسلمين هم كل أمة الإسلام إنما المؤمنين ممكن نطلقها على الأنبياء السابقين نقول لك إيه أرد عليك وقول لك إيه كل الأنبياء كانوا مسلمين وقال لك ربنا في القرآن إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الأخيرة من الخاسرين يبقى زيك بقى إن الدين عند الله الإسلام طب يا ربي إيه الفرق بين المسلم والمؤمن قال لك المؤمن المسلم هو من آمن بالله وآمن برسول الله وآمن بكتاب الله ووقف الغاتلين على الحدود المؤمن آمن بالله وآمن برسول الله وآمن بكتاب الله وآمن بما أنزل على محمد وهو الحق من ربه اللي هي الإيمان الثاني اللي هي الإيمان بالولاية اللي آمنوا بالولاية دخلوا واللي ما آمنوش بالولاية وقفوا على الحدود ما قدرواش يدخل ولا حيقدر يدخلوا بدون الولاية ففرق بين المسلمين والمؤمنين المؤمنين. قالت الأعرب وأمنا قل لم تؤمنوا. ولكن قلوا أسلمنا حتى يدخل الإيمان في قلوبك. يبقى فيه فرق. ده كلام ربنا. فيه فرق بين المؤمنين وفرق بين المسلمين. طيب. يقول علي عليه السلام لابن عباس. بيقوله إيه؟ بيقوله يا ابن عباس. لو إن محبي صببت عليه من الحميم ما أبغضني أبدا. ولو إن مبغضي صببت عليه من الزهب ما أحبني أبدا. فهم يعني إيه؟ يعني لو واحد بيحب عليه أو يقع عليه حتى عليه ما يسوق حرقه. برضو بيظل يحب عليه. ولو واحد بيكرهه ولو أداله كل ده بالعالم برضو بيكرهه. دي بقى موجودة في دمكم. طيب. أمراد ابن عباس قاله نعم. نعم. نعم يا أمير المؤمنين. فقد أخبرني حبيبي رسول الله وقال. يا ابن عباس إذا رأيت الناس يمشيون في وادية وعلي يمشي في واد آخر فاتبع عليه. فإن عليا مع الحق والحق مع علي يدور الحق محاينما دار. على فكرة الحديث ده موجود عند السنة. وأنا درسته وأنا قريته موجود عند السنة. إذا كان الحق يدور مع علي أينما دار. أين أنتم من الحق يا جماعة؟ يا جماعة أنتم فين؟ أنتم فين؟ والله العظيم قلبي بتقطع عليكم. أنا بحاول أتكلم ممكن كلامي شوية عنيف وشوية من كتر منا مأهورة عليكم. لأن منحاول ننقذكم مش عايزين تردوا. بل بالعكس بتبعطولي شتاهم ومصايب وكلامه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيه بقى التواصوا بالحق؟ إحنا عارفين أن كل بيت شيعي في كل بلاد العالم في كل الكرة الأرضية بيعلموا أولاده من صغره. إحنا شيعة يا بابا. إحنا شيعة يا ماما. إحنا شيعة. إحنا لما تتكلم. ليش إحنا داننا نكرر يا علي يا علي يا علي وانتو بتنتقدونا يا علي. ليه؟ لأن محمد يعني عندنا وعندكم واحد. إحنا ما نحب محمد وانتو بتحبوا محمد. عليه الصلاة والسلام. إنما علي هو المكروم منكم. ولذلك إحنا عايزين نسبة للعالم كله أن إحنا ما علي. ففي كل حركة بنعملها يا علي. إذا بدك ترفع حاجة يا علي. إذا بدك تعمل حاجة يا علي. إذا بدك تطلع في أي مكان يا علي. ليه؟ نسبة لكم إن إحنا مع علي. فيه ولاية علي. حتلاقي إن الأسرة الشيعية في كل بلاد العالم بتمسكة بدينها. ليه؟ أعملوا تقرير وأبحاث وقالوا إن كل الجاليات اللي بتدخل في أي بلد بتسيح في قلب البلد بتاعتها وبتتلاشى. إلا الشيعة. ليه؟ يمكن الشيعة بياخدوا الرغة بياخدوا بعض العداد. إنما في العاشر من المحرم تلاقي كلهم مجتمعين في العاشرة أيام. كلهم مجتمعين في الحسينيات. يفضلوا طول السنة اللي عايز يعمل غلط واللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا. إنما وقت عاشرة. الكل مجتمع. فالحسين بيلمهم. بيتلموا على كربلاء. بيتلموا في محبة الحسين. ولذلك اللي بيحب الحسين وبيتلموا مع الحسين. لا يضيع أبدا في أي بلد في العالم موجود فيه شيعة. بتلاقي الحسينيات منصوبة في شهر محرم. في كل بلاد الكرة الأرضية. هنا الدولة الأموية والدولة العباسية ضربت السيوف. واستعملت السيف والسموم مع أولاد محمد. عليه الصلاة والسلام. حربوهم بكل الطرق. تعرف حربوهم ليه؟ تعرف أثروهم ليه؟ عشان ما يجيش للمهدي. عليه السلام. كل اللي كان هدفهم يقضي على أي واحد من الأئمة يموتوه ويقتلوه. خوفا منه يجي لولد ولد ولد ولد. يطلع للمهدي. ومع ذلك يمكرونه ويمكر الله. والله خير الماكرين. كان يدخلوا على بيت الإمام الحسن العسكري. ويدهموه كل شوي. الحرس بتاعهم. عشان يشوفوا إذا فيه واحدة حامل ولا لأ. يبقوا ربطناه. والحمد لله ربنا أخفى حملها لنرجس. وولد بخير وسلامة. ووصل الإمام المنتظر اللي احنا كلنا منستنينه. ووصل وعاش وموجود معانا في الأرض. وبيساعدنا وبيخدمنا وبيعمل كل حاجة. وإن شاء الله ظهوره قريب 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 قريب. إبليس بقى مش حيسيب الدولة الأموية والعباسية تشتغل لوحدها. لأن كان هدفه إبليس خايف من وصول المهدي كمان. ليه؟ لأن المهدي حيقتله لإبليس حيقضي عليه. فكان بيحاول كل شغله وكل عمله أن يركز في أدمغتهم القذرة أنهم يحاولوا يتخلصوا منهم. فلما فشل اللجأ لحكتين. لجأ للنواصب ولجأ للمقصرة. إيه هم النواصب والمقصرة؟ الإمام الصادق يفسر هنة بيقول إيه؟ بيقول لا تجد أحد من المسلمين يقره محمد وآله محمد أو يبغضهم أبدا. إنما كرهيتهم لكم أنتم. أنتم يا شيعة. بيكرهناش إحنا إنما بكرهوكم أنتم أنكم اتبعتونا. وأنكم رفضتم تتبعوا أبو بكر وعمر وعثمان. وهم كان كل هدفهم أنهم وراكم 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 يتهموكم بالكفر أنكم رفضتوا ثلاثة دول. دول اسمهم النواصب. ناصبوكم العداء لاتباعكم لنا. أما المقصرة فهم جماعة وفقوا معاكم على عدم الموافقة على أبو بكر وعمر عثمان. رفضوهم. وعرفوا حقنا وبخسوه. عرفوا في قيمتنا وأغفلوها. وقالوا لا. الأئمة دولة بشر زينا زيهم. على أي نتباحهم ونمشي وراه. إحنا ماشيين وراه رسول الله. ورغم أنهم عارفين قيمة الإمام. وعارفين أن الإمام خليفة الله على الأرض. وعارفين أن الإمام نور الله على الأرض. وعارفين أن الله سبحانه وتعالى قال بدأ الخلق بكم وينتهي بكم. وقال إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. وأنتم نور الله في الأرض. وأنتم يد الله في الأرض. وأنتم الموكلين في الأرض. ومع ذلك رفضوا إنهم يتبعوا الآئمة دول المقصرين دول أشد عذاب من النواصف لين إنهم عرفوا الحق وجحدوا يوم إذن لما يشوفوا الإمام طالع حيقولوا إيه لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعي رفضوا الحق وهم عارفينه بخسوهم عارفينه نيجي في آخر السورة بقى نقول إيه أين الطالب بزحول الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء يا بقية الله ما أحلى ذكرك على القلوب السلام عليك يا سفينة النجاح لقد من الله علينا من كل ملايين الأرض إن إحنا نكون من أتبعكم ونكون شيعتكم ونكون حواليكم ونكون نآمن بكم ونآمن بوجودكم ونآمن بما مضى منكم وما هو موجود اللهم اجعلنا من المتمسكين بولايتهم والمنتظرين في خروجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته